دكتور محمد يعني كل بيته بيبقى له قانونه ففي بيوت مش هتسمح بدا أهلا بيك وفي بيوت هتقولك ايه طب يبقى تحت عيني وفي بيوت هتغمض عينيها فاحنا مش قدام سيناريو واحد لكل الأسر ده مفهوم بس المشكلة انه مفهوم البوي فرند والجيرلي فرند الوقتي مش المفهوم البريء بتاع زمان انه هم في الجامعة وقفين جروب قاعدين في الكافيتيريا مسافرين طالعين رحلة مش عايف ايه لا المفهوم دلوقتي بقى شائك وملتبس وبقى فيه دلوقتي يعني علاقات خطرة جدا ما بين الولاد والبنات تحت مسمى بوي فرند وجيرل فرند دي البيت بتاع الكراش بتاعتي اه بالضبط كده وبعدين أحيانا بيبقوا عايشين مع بعض كأنهم أزواج وبيحس انهم دي حالة نادرة اوية لا مش نادرة كتير لا مش نادرة بحضرتك يا بدأت المشكلة كبيرة اوي في عند الاقليات او الجاليات العربية في الغرب وكانوا البنات البنت بتجيب البوي فرند بتاعها جوه البيت ببيت وياها وذكر معاها ده في الغرب لانه ده سلوا بلدهم كنا فاكرين كده كنا فاكرين كده كنا فاكرين كده بس للأسف الشديد برضو يعني حصل كتير في بعض العواصم العربية انه الثقافة دي زحفت ودخلت في بعض العواصم دخلها بشكل صريح وفي بعض العواصم دخلها بشكل خافي مستطر مستطر طب دلوقتي انا كاب او ام انت عايز نعملي اسمح او لا اسمح الدكتورة لا تسمح قالت لك لا من اول الجامعة وانا عايزة جواز يعني دي بنية الجواز اه جايز اختلف وما ينفعوه فيعرف واحدة تانية بنية الجواز ويعرف واحدة تالتة بنية الجواز كده ايو تقدر لا بص حالك ما وصل العلاقات لها مستويات يعني اول مستوى المعارف تاني مستوى الزمله تالت مستوى زمله في نشاط رابع مستوى اصدقاء اجتماعيين اللي في النادي وفي الجامعة وشاهد خمس مستوى الاصدقاء المقربين سادس مستوى الحب سابع مستوى الزواج فهم هيبقوا فانهي مرحلة من دول هم تكلموا على الحب اه لو لو على الحب صراحة انا انا ما وفقش على ده ما وفقش على الحب لا 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 يعني الحب للحب يعني اه لا يعني انها هتمشي بقى ويحبوا بعض ويشبعوا حبوا مع بعض ويخرجوا مع بعض وصاروا مع بعض لا طبعا يعني لا ثقة فتنة ولا دنة ولا أي حاجة خالص من دي هتسمح بده هتسمح بده هي الدكتورة هنا موافقة على أساس أنهم يتجوزوا في الآخر إنما أنت ضد الفكرة شعرفنا أنا شعرفنا شعرفنا أنت ضد الموضوع مبدئيا يعني هيلف بيها شهر شهرين تلاتة سنة سنتين يلف بيها آه وبعدين ساموا عليكم بقى احنا نبقى أخوات يعني وبنات الناس مش لعبة وبنات الناس مش لعبة بنت تخرج مع صاحباتها يروحوا النادي يروحوا كافي يروحوا مش عايف إيه يعودوا مع بعض إنما ما تشوفش أولاد أنا رأيي كده يعني لأنه ده هيفتح باب وهي الدكتورة بتقول لك هو أحد يعرف يسيطر على الموضوع ده والله هقول لك على حاجة لو الأم بالذات الأم لو قريبة من بناتها هتحط حدود لده يعني تحط حدود أنه مثلا البنت في الجامعة لو هتكلم زميلها بيبقى في سيكشن في محاضرة مش عايف هي في حاجة زي كده آه يتكلموا في المحاضرة مش عاربوا بعض لا 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 يعني مش عاربوا وعليك ناسي الموبايل ده الناس بتشوف بعض بالموبايل ده الموبايل ده بيع من بلاوي انت مش واخد بالك من الموضوع ده يعني سيكشن إيه وبتاع إيه انت شغال في عبد الحليب أيام عبد الحليم ولبنى عبد العزيز كانت الصدقات والحاجات دي كانت بريئة شوية بريئة لكن دلوقتي لم تعد بهذه البراءة